السلام عليكم معكم طلال نقار تاريخ اليوم هو 28.1.2024 يسعدني ارحب فيكم بقناتي مجددا بداية هذا فيديو تعريفي بكورس اطرابات الصوديوم والطرابات الصوديوم بوسط فيها نقص الصوديوم وفرط الصوديوم حبيت اني خصص لي كورس كامل حقيقة احد زملائي علق تعليق مرة انه اللي بيدرك او اللي بيدقن اطرابات نقص الصوديوم بالذات هو ادرك تقريبا نصف امراض الكلية حقيقة من اشهر اطرابات هي اطرابات نقص الصوديوم مثل ما تعرفوا ما اظن فيه طبيب سريري ممارس يعني بيشوف مرضى باي تخصص من تخصصات سواء كان طبيب جراحة او طبيب داخلية طبيب توليد طبيب اطفال الا وصادف في حياته اطراب نقص الصوديوم شائع جدا بالمشافي العامة حوالي 30% من مرضى بيكون عندهم اطراب مدعما بيكون اطراب شديد بس بيكون فيه نقص برقم الصوديوم الطبيعي هو 135-145 الكورس هيكون عبارة عن عدة حلقات ما حالقيهم مرة واحدة لانه صراحة القيتهم انا بشكل متواصل اظن اخد ساعتين معي متواصلات وبشكل سريع فانا حابب اني فصل شوي فيه اعطي وقتي بالكورس الكورس هيكون ببداية هو احكي القاعدة العامة ربما لو تذكروها مني انه اطرابات نقص الصوديوم هي لا علاقة لها بالصوديوم بحد ذاته ولا هي اطرابات فرط الماء حقيقة اطرابات نقص الصوديوم بمعظمها هي حبس للماء عدم قدرة الجسم على طرح الماء لو قدرنا نفهم هاي الفكرة فنحن تقريبا استوعبنا معظم خلينا نقول يعني هي نقطة الاساس في فهم اطرابات الصوديوم. هيكون هذا هو الفكرة ربما هي بالمقدمات اشرحها بشكل تفصيلي شو معانا هذا الكلام وكيف العلاقة بين تركيز الصوديوم وكمية الصوديوم بالجسم بعدين بدي نتقل عرض الحالات التشخيص التفريقي للطرابات الصوديوم بسواءن يعني بالحالات المختلفة وبعدين نتقل فيها اعراض العصبية او الاختلاطات العصبية للصوديوم ل diese مشكلة الصوديوم الاساسية سواءن بالاصابة الحدي او بالتعويض هو الاصابات العصبية وبنتهي اخيرا للعلاجات وبقي نظر على العلاجات هكمل بعدها طبعا بعرض حالات في عندي كتير حالات جمعتها عن نقص الصوديوم ومع نفرط الصوديوم بداية عن نقص الصوديوم حالات كتيرة مو هي تكرار للي صار للكلام اللي حكيته بالكورس ابدا بننصحكم ربما تسمعوا الكورس كاملا تخصصوه من وقت كون حتى لو قعدت سهرة كاملة وصراحة هذا الموضوع مهم جدا جدا هلا مين هني الاشخاص اللي أنا عم خاطب هون هنعم خاطب جميع الفئات حقيقة بدءا من طلاب الطب وانا بنصح جميع طلاب الطب انه يبدأوا يحضروا هذا الكورس حتى لو كانوا سنة رابعة او خامسة او ساتسة يسمعوا مرة وحدة ولو ما استوعبوا منه كامل الكورس يستوعبوا منه قدر الامكان وانا حامشي فيه بالتدريج من البدايات حتى مستوى طبيب كده متمرس فالمهبة كان الاستيعاب يعني ما راحقول انه طالب الطب حيقدير استوعب كل الطلاب الصوديوم بس لو فهم الاساسيات وبعدها لما صار طالب دراسات او طبيب مقيم حيث يرجع يسمعوه ربما موصير الخصائي داخلية يرجع يسمعوه وحتى لو صيب بفيلو بالكلية او بغير الكلية كمان يرجع يسمعوه مرة تاني هذا الكورس موجه لجميع الاطباء اطباء الجراحة مفيد لالهون لان كل الناس بتعامل مع السوائل وكلهم معرضين لهذا الموضوع لان ما في اثر انك تطلب طبيب الداخلية بس انت اما تطلب طبيب الداخلية او طبيب الكلي اللي صلحتك نقص الصوديوم لا تزيد الطيم بلي هاي المشكلة الاساسية بنعاني منها نحنا كأطباء الكلي اللي اللي بيكون مطلب على هدو الانسي شارعات اه المحب ان انا من نهاية هالفيديو التعليفي نتشكر طبعا انا باخر الجزء الاني حكي في عن اطرابات فرط الصوديوم اطرابات فرط الصوديوم هي شقين حقيقا اطرابات التجفاف اللي هو الانسان ما عم يشرب وغالبا بيكونوا مرضى للاصابات العصبية او النبابين ما عم تخيهم يشربوا بتالي الصوديوم يطلع عندهم بالجسم وهي يعني فيها شوية تحكي عن موضوع تصفيح الصوديوم كمية فقد السوائل فقد الماء عفوان له حساباته بس ربما الأهم منها هو موضوع البوليوريا فرط البوليوريا اللي هو فرط الإدرار الزائد اللي هو بيكون في كمية البولي بالـ 24 ساعة أكثر من 3 لتر هاي إلى تشخيص صفيقي يصل إلى اطلابات فرط الصوديو اللي هن الديابيتس اللي هي السكر التي تفهها والبيل التي تفهها فحيكون هذا جزء اثناني من المحاضرة وكمان حيكون في بعضه حالات ونقاشات وأتمنى أن يكون قدر بنهاية الكورس بصلكم لخلاصة أو لفكرة أنه شوه هو يعني بصت مثل عادتي أو أسلوبي بإطرابات نقص الصوديو بآخر جزء بهذا المقطع التقديمي بحبه تشكر طبيب حقيقة من أحد الزملاء المخضرمين طبيب مخضرم دكتور محمد تيناوي حقيقة انتقيت معه السنة الماضية والسنة الابلة انتقيت معه بمؤتمرات الكليهم بأمريكا طبيب مخضرم مخلص الفيلوشيب أو بدأ التخصص بأمريكا بخلص تخصصه بأمريكا من سنة 96 ما شاء الله حواليا 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 25 سنة وأكتر من ممارسة في طب الكليا مؤخرا طبع كتاب هو مهتم طبيب ممارس طبعا ومهتم بالشأن الأكاديمي فطبع كتاب بإطرابات السوائل والسوائل حقيقتنا اشتريته من أمازون يعني هو أنا التقيت معه بمؤتمر واخدت الكتاب اشتريته من أمازون وفعلا سهل عليه كتير بموضوع السوديو أنا طبعا خبرتي بالموضوع أنا من طبيب عناية أصلا وحاليا طبيب كليا يعني عندي 10 سنة ممارسة عناية مثلا وفيش هي 5 سنوات كليا فأنا ما بدي أقول شامحة المجد من أطرافه بس الطلابات السوديوم هي كانت خبز اليومي لممارسة على مدى 15 سنة الماضية فلما قرأت كتاب الدكتور محمد حقيقة هو وصل لي كتير من المفاهيم بسطها خليني أقول أو أعطاني الخلاصة بحيث أني أنطلق منها ففي كلمة لأسحاق نيوتون أني أنا أرى أبعد من الآخرين لأنني أقفوا على أكتافي العمالقة كلمة جميلة جدا أنه أنا لازم أبدأ من حيث انتهى الآخرين أنا ما بدي أرجع اخترع من الصفر واخترع العجلة من الصفر فبنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب اللي حابب يأخذ مرجعه بالعكس هذا هو الدكتور محمد تيناوي وجهه تحية مرة تانية هذا الطبعة الأولى من الكتاب ولدقيت معه مؤخرا بالمؤتمر الأخير وقال لي أنه يشترع الطبعة الثانية وحيعدل فيها الكتاب يشمل اضطرابات الصوديوم اضطرابات البوتاسيوم والماغنيزيوم والفوسفور والحماضات القللائي والاستقبابي فيه آخر جزء ربما بيحكي عن السوائل ما أعطى حقه بالنقاش للسوائل وقال لي أنه حيعدل فيه أو حيزين فيه حسب القدرة والمتاح بتشكركم جميعا بداية وبتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يارب يكون كورس ممتع والسلام عليكم اشتركوا في القناة